السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بالأسكندرية شاهد محطة كتار الأسكندرية بعد التطوير بس قبل من تكلم على التفاصيل ممكن حضرتك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو علشان يوصل لك كل الأغبار الجديدة والحصرية عن الأسكندرية يلا بنا نبدأ شاهد ماذا حدث في محطة كتار الأسكندرية بعد التطوير أعلنت شركة النيل العامة للإنشاء والطرق التابعة لوزارة النقل عن تحديثات جديدة في محطة الكتارات بالأسكندرية وهذه هي أهم أعمال التطوير ترميم وتطوير واجهات المحطة الخارجية والداخلية وإعادتها لحالة الأصلية التراثية تحت إشراف هيئة الحفاظ على التراث بالأسكندرية وجهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الأسار ترميم وإعادة قاعد كبار الزوار إلى حالتها التاريخية بالزخارف ومكوناتها الطبيعية تأهيل وتحديث مسجد المحطة إعادة تجديد كافة الأرصفة والحوائط وتزويدها بالنظام حريق متطورة إعادة تجديد مظلة السكة الحديد إعادة تنسيق الساحة الخارجية للمحطة تركيب ساعات جديدة على الواجهات الداخلية والخارجية تجديد كافة المكاتب الإدارية والتشغيل بالمحطة التجديد الشامل لصالة التزاكر الإنارة والأرصفة الواجهة الداخلية والخارجية بأحدث نظم الإضاءة